اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ان يتلقى ذوهم خبر وجودهم في احد سجون الدوحة سيئة الاوضاع والسمعة دخلتونا سجنة؟ دخلتونا سجنة؟ دخلتونا سجنة؟ التي لا ذنب لهم اصلا في دخولها الا ان وضعها المزري يجرد السلطات في الدوحة من جميع المبادئ الانسانية وهو ما اكده لنا صاحب هذا المقطع يعني هتا اليوم اي سجن في العالم ما بيكون بهالوصاخة بهالدي من هالسجن يعني الفرش كان وكلش خايسين والسجن كان خايس الماء والدي وصخ كل شي وصخ يعني هذي لو انسان بس يتم يوم واع في السجن بيتصيد امراض بايهانات هينونة وطريقة اسلوبهم وكلامهم يعني حتى في البداية خلي نقولك عسكري بيعاملك معاملة خشنة وبعدين لما يعرف ان انت يعني مو مجرم ولا انت مرتكب اي خطال ذي فيعني المفروض المعاملة تتغير ويتمشي الاجراءات العادية بس من البداية للنهاية معاملاتهم كانت معاملة يعني سيئة واحنا الصراحة مثل ما تقول انت خلاص تسلم امرك لان خلاص انت في موقف ما عندك القوة شفت تلفزيون ريالي ومنازل لنا برنامج وكنا احنا من مصورين فيديو والفيديو مفابرك والطبيعة على الواقع كان شي غير وفي الفيديو اللي نزلو والتصوير التلفزيوني اللي هما نزلو في التلفزيون كان شي غير كانوا يبينوننا حسن المعاملة وحسن هذي بس احنا على الواقع ما كانت المعاملة بهالطريقة وما اكتشافنا انهما يعني مخافر سباح القطر فقلنا خانخفف نشوفش الموضوع دي بس طريقة اللي دشوا علينا يعني خفنا لطريقة يعني انهنا نحن شننا مسيين جرام يايين يبوني ندعمونا بس لحة من الثمين طبعا نزلو الفيديو اللي في قناة الريان ممكن هم مقصصينها معدلينا مادري بس هاي كان طبعا كلش على الواقع غير مو نفسه كلش يعني صادنا خوف فهل هاي طريقة تعامل يعني قطريين حق البحرينين لو احنا مساوينا جرام مو بهذه الطريقة دخلوا فينا الخوف يعني معارفين بسجنون بش بيساون فينا ما ندري خلاص يعني بطريقة كلش مخيفة كانت بحارة تنتابهم الحيرة ويتساءلون لماذا هذا السلوك العدواني ضدنا ماذا يستفيد نظام الدوحة من سجن بحارة آمنين لا يوجد بينهم مهرب أو مخرب لماذا تخالف الدوحة الأعراف القائمة في الخليج منذ عقود ولماذا نعامل بهذه الطريقة الوحشية علما بأن البحرين لم يحدث وأن اتبعت هذا الأسلوب في تاريخها بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين